عاجل الجيش المصرية استعد لشيء ضخم ننشر التفاصيل العاجلة وعاجل مصر تستعد لأخطار تدميرية في المحافظات وتنشر بيان عاجل للمواطنين وشاهد كيف رد مبروك عطية على إساءة زكريا بوتروس ضد النبي وعاجل تفاصيل قيام سفيرة كان الصهيوني في مصر بالتجول بدراجاتها في مجمع سكنيب القاهرة وعاجل وخطير اختراق أخطر جهاز أمني في العالم وعاجل جيش كيان الصهيوني وقرر تغيير أوامر إطلاق النار بما يشمل عمليات على الحدود مع مصر في البداية عاوزيني صلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول عاوزيني وصلي أكتر من ألف لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وأدها نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر معنا وشاهد كيف رد مبروك عطية على إساءة زكريا بطرس للنبي ما زالك تتوالى ردود الفعل الغاضبة على تصريحات القمص زكريا بطرس المسيء ضد الرسول الكريم حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمطالبة بمعاقبة زكريا بطرس وكذلك انتفض علماء الدين الإسلامي للرد على هذه الإساءة قال الدكتور مبروك عطية داعية الإسلامي إن ما نسمعه من أذى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود بالقرآن وأضاف خلال البس المباشر على صفحته على موقع الفيسبوك أن الله أمرنا بالصبر على ما نسمع ولم يأمرنا بالهياجان في المجتمع وإثارة المشاكل ولم يأمرنا برد الشتائم على من شتمه ولكن علينا بالصبر مع العمل وذلك لأن منطق هذه الدنيا هو القوة وأوضح مبروك عطية أن النبي فرح بدخول عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطالب إلى الإسلام وذلك لقوتهم فالقوي هو الذي لا يهابه الناس ولا يهاب قول الحق وأضاف أنه على المسلمين الدفاع عن النبي محمد بالصبر مع العمل لأن العمل سيجعلهم يملكون الدنيا فينشروا أخلاق النبي محمد بمعاملتهم مع الناس وقال أن الشخص البذيء الذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم حقق جزء من غرضه وهو إثارة الفتن في المجتمع وإحداث البلبلة لأنه مستعد للرد وإحداث البلبلة أكثر واستقبال الشتائم لكنه لو صادف أمة عاقلة ولا تثير الفتن لم ولن يحصل على مبتغاه المصدر معنا كان من صحيفة الموجز أترك لحضركم التعليق على هذا القبر وفعلا يعني لو صادف أمة عاقلة أو يعني رشيدة أو فهمة المخططات اللي بتحصل من الدول الكبرى للإيقاع بين المصريين وبعضهم البعض عشان يوقعوا مصر كان زمانه يعني ما بيتكلمش أو صوته مش ظاهر أو ما بتطلع لهش ترندات أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض القبر آخر وعاقلة جيش المصري استعد لشيء ضخم و نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية بروه من معرض إيدكس 2021 الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 29 نوفمبر لـ 2 ديسمبر ويضم المعرض عشرات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السلاح حول العالم والتي تجتمع في مكان واحد في قلب القاهرة ومن المقرر أن يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية إلى جانب مشاركة أكثر من 30 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعة الدفاعية بينما شارك في النسخة الأولى من المعرض أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية فضلا عن 10 ألاف زائر المصدر معنا كان من RT إن شاء الله نستعد لحدث ضخم إيديكس 2021 معرض الأسلحة الذي ينظمه الجيش المصري أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر وإن شاء الله نتمنى نشوف في هذا المعرض يعني المزيد من التطور والتقدم في صناعة السلاح أنا متحمس جدا وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتلم بعض الخبر آخر وعاجل مصر تستعد لأخطار تدميرية في المحافظات وننشر بيان عاجل للمواطنين أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرأي في مصر محمد غانم أن مصر تستعد جيدا للأخطار التدميرية لسيول في المحافظات أوضح غانم أنه تم إنشاء أكثر من 1500 منشأة خلال السنوات الماضية في جميع المناطق المعرضة لأخطار السيول مثل محافظات البحر الأحمر والوجه الإبلي وشمال وجنوب سينة ومطهوح وأضاف أن هذه المنشآت ثبتت كفاءتها واستطاعت حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول في أسوار على سبيل المثال إذ تتساقط كمية كبيرة من الأمطار في فترة زمنية قليلة ثم تكتمع وتسقط على شكل سيل مندفع من الجبل بسرعة قد تبلغ 100 كم ما يجعلها تكتسب قدرة تدميرية عليها وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرأي أن السدود تجمع هذه الكميات في بحيرات صناعية بدلا من النزول في الشبارع وإغراق القرى ما مكن الدولة المصرية من حماية الأفراد والمنشآت من هذه السيول وتم الحصول على كميات كبيرة من المياه أشعر محمد غانم إلى أنه لا يوجد تنبؤات جوية بحدوث سيول أخرى في محافظة معينة لفتا إلى أنه تم توقع سيول أسوان قبل حدوثها الفترة من خلال النمازج الرياضية والأقمار الصناعية أكد أن ما حدث في أسوان ظاهرة طبيعية قد تحدث كل عام إذ أن هذا الأمر يعد متوافقاً مع طبيعة السيول الوماضية أشار إلى أن الدولة المصرية مستعدة جيداً للسيول كما أن كل أجهزة الوزارة تحرس على المرور دورياً على جميع مقرات السيول للإطمئنان إلى أنها تعمل دون عوائق مصدر معنا كامل الوطن إن شاء الله نتمنى الخير لجميع محافظات مصر إن شاء الله يعني ما نتمناش أنه يحصل تاني ندعي ربنا نقول يا رب ما يحصل شيء تاني زي اللي حصل في الصعيد وهو بسبب العقارب اللي يعني تسببها في وفاة عدة أشخاص وإصابة يعني أكثر من خمسمائة شخص إن شاء الله ما يكونش في كده تاني وندعي ربنا أنه يحفظ أهالينا في جميع أنحاء مصر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل قيام سفيرة كان الصهيوني في مصر بالتجول بدراجتها في مجمع سكني بالقاهرة نشرت سفيرة كان الصهيوني في مصر أميرة آرون صورة لها وهي تتجول بدراجتها في مجمع سكني راقي بالعاصمة القاهرة وأرفقت أرون الصورة المنشورة في حسابها على تويتر بتغريدة قالت فيها شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت اليوم بدراجتي في ساعات الغروب الرائعة في أحد المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة وارتدت أرون خلال جولتها قميسا كتبت عليه كلمة مصر المصدر معنا كم من آرتي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وخطير اختراق أخطر جهاز أمني في العالم تمكن قراصمة من اختراق نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FVI وفقا لوكالة بلومبرغ أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير مجموعة سابا ماهاوس الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزايفة أرسلت على دفعتين في وقت مبكر من يوم السبت من موقع إلكتروني تستخدم أكالات حكومية عدة وبعض الرسائل الإلكترونية التي وجهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني جاء بعنوان عاجل عامل تهديد في الأنظمة وحذرت الرسائل المطلقي من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني معقد تنفذه عصابة ابتزاز معروفة حسب ما قالت بساما هاوس وقال خبير الأمن السيبراني براين كريبس إنه تلقى أيضا بريدا إلكترونيا مزايفا من عنوان إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي لكن يحتوي رسائل مختلفة أكد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية تابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم من دون تقديم تتصيب وقال في بيان إن مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح وأضف البيان هذا وضع ما زال مستمر ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحضر من المرسلين المجهولين ونشجعه على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوء المصدر معنا كان من صحيفة الموجز ونتفاجأ جميعا أن النظام البريد الإلكتروني الخارجي المكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تم اختراقه أترك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل جيش كان الصهيوني يقرر تغيير أوامر إطلاق النار بما يشمل عمليات على الحدود مع مصر وأفادت هيئة البسة تابعة لكان الصهيوني مكان بأن جيش كان الصهيوني قرر تغيير أوامر إطلاق النار لتدخل الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القلائل المقبلة بحسب صحيفة مكان فإن أوامر الجديدة تتضمن السماح للجنود بإطلاق النار صوب من يسرق وسائل قتالية والذخيرة من قواعد عسكرية ومن مناطق تدريبية وباتجاه مهربي مخدرات ووسائل قتالية على الحدود مع مصر وأشارت مكان إلى أنه ستطبق أوامر جديدة في مناطق يهودة والصامرة لافتني لأن ذلك يأتي بسبب طريقة تصرف مقاتلين خلال أعمال شغف فلسطينية مما أدى إلى المساس بأبرياء ونقلت الهيئة عن مصادر عسكرية قولها إنه حتى بعد صدور هذه الأوامر يحتفظ الجنود بالحق في الرد بالنار بحال أنهم شعروا أن حياتهم معرضة للقطر المصدر كان معنا من صحيفة مكان أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر وين انتقل لخبر أخير معنا وللأسف تفاصيل وفاة إعلامية شهيرة بعد ساعات من نقلها للمستشفى نعت صفحة مسبيرو الأصل المتخصصة بنشر أخبار إعلاميين مسبيرو الإعلامية مها خسني مزيعة التلفزيون المصري يوم الاثنين وكتبت صفحة مسبيرو الأصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلامية مها خسني في ذمة الله وسبق أن نقلت الإعلامية مها خسني من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة وكتب أحد أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أول أمس الوفاء والإخلاص سمة لبنات وأبناء مسبيرو بحمد الله وفضله يتم الآن نقل الإعلامية القادرة مها خسني من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة مصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم ربنا يرحمها ويخفر لها إن شاء الله كانت مزيعة مسبيرو أترك لكم التعليق ربنا صبر قلب أهلها بإذن الله جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحيتكم مصر ميديا وإي بي على الفيس بوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم أتمنى تتابعوني وتعملوا متابعة للصفحة أو لو أنت على اليوتيوب تعمل متابعة كان معكم أيضا أبنو بخلافة المسؤول على المنتاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر